من البنزين وبدعنا من الحكومة مالتنا الله شاهد سلسلة الأزمات التي يعيشها العراقيون لا تنتهي عند حد تتنوع هذه الأزمات وتتضاعف والضحية دوما هو المواطن في محافظة التأميم كما في محافظات أخرى تتواصل أزمة الوقود وتحديدا البنزين لا سيما بعد أن أغلقت عدة محطات أبوابها فيما تسجل المفتوحة منها طوابير انتظار طويلة عمي إحنا نقف هنا يوميا ساعة ساعة ونصف البنزين خلنا سرها البنزين 650 لتر هذا ليس بالبطاقة بدون بطاقة وصارنا شهرين وكاتبين علموا الدفتر مع البنزين بعد ما طالع زي باق بنزين على باعمة وجولوين إحنا صارنا تقلم ما بيه يعني الكريم يعني من ورا بنزين يعني مرات يعني طرنا أخذ يعني من باعمة جول يعني بالبطالة ما بيه يعني ما منه محافظة التأميم وهي الغنية بالنفط لجأت إلى اعتماد نظام البطاقة الوقودية لكن ذلك لم ينجح في إنهاء الأزمة وحل مشكلة الاختناقات الحاصلة في محطات الوقود بسبب عمليات التهريب هذا البنزين ما نعرف شيء نسال في مالتي تلزم ساعتين ثلاث ساعات على ما نتصل وش ما نعود هذا محسن أبو 650 بدون بطاقة وإذا ما عندك بطاقة ترح تلزم سرة هناك هم نفس الحالة ما نعرف البنزين وين قاعد يروح أم أكو قتغشي أنا أعرف قتغشي بيعون بنزين من يوم أربع مرات يتمرع البنزيقانة حساني يكافيني سبع تيار السلطات الحكومية في محافظة التأميم قالت إن الأزمة سببها غياب مادة البنزين المحسن الذي لا يعتمد على الكوبونات في توزيعه فضلا عن الأزمة المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود في محافظات كردستان العراق المشكلة التي تواجه المحافظة وأيضا حتى في نينوى بتحادث مع مدن قليم كردستان العراق هناك فارق سعري يزيد عن أكثر من خمسين إلى ستين بالمئة وهذا يؤثر يدفع المواطن الذي يبحث عن المنتوج إلى الحصول على هذا المنتوج من المدينة القريبة عليها ويملك العراق احتياطات هائلة من النفط بحجم إنتاج يقدر بثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا ويمثل النفط تسعين بالمئة من عائدات البلد لكن ذلك لم يحل دون أن يعيش العراقيون أزمات وقود متكررة تعكس حالة البلاد المزرية التي تعيشها على جميع الصعود ترجمة نانسي قنقر